السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح ونحل على قلمات الدرس الثالث والرابع في الوحدة التامنة صفحة سبعين هنبدأ بالكي فوكابيولاري مزايا أدفانتجز أدفانتجز ونعكسها ديس أدفانتجز أب تسوي أبليكيشن بمعنى تطبيق أي برنامج نخلي بنا من منحوظة لي لكن بمعنى طلب التحق لا تسوي أبليكيشن يبقى عندنا كلمة أبليكيشن لها شكلين ممكن نختصرها إلى أب لو معنى برنامج على الكمبيوتر أو الموبايل ولكن أي معنى تاني زي طلب التحق تطبيق كتنفيز يعني ما يساويوش بعض كمان مرة أب كان أصلها أبليكيشن فقط بمعنى تطبيق أي برنامج تشات كفعل معنى يدردش كاسم معنى دردشة ديس أدفانتجز عيوب فيدباك معنى تغذية راجع أو تقييم أو ملحوظات أو تعليق على أداء وهكذا كويز كاسم معنى مسابقة أسئلة أو امتحان قصير كفعل معنى يستجوب فتسوي كويستشن هنا يستجوب مثلا مجرم أو لها معنى تاني معنى يختبر اختبار قصير يختبر فتسوي تست ترانزليشن معنى ترجمة ترانزليشن المفردات الهم حساب مصرفي أو على النت حساب في البنك يعني أو فيسبوك مثلا عن نت وكده يقر بي أو يعترف بي يجادل أو يناقش العصف الذهني دي كاسم أو يستثير الفكر أي يولد أفكاره كده قرن اللي هو مئة عام سنتشري مجموعة تحليق وتمشي وعلق البرتش بي انطقها كومنت أمريكان كومنت تماما كونكلوجا يعني ختام أو خلاصة ويدي جاي من الفعل كونكلود يعني يختم أو يستنتج أو يخلص إلى كونكلود كوست تمشي فعله اسم يتكلف أو تكلف هو التصرف الثاني كفعل والثالث نفس الكلمة كوست 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 دي تيلز معناها تفاصيل دي تيلز ونخلي بقى أنه عايز أقول بالتفصيل اسمها ويث دي تيلز أو إن دي تيل إن دي تيل دي الغريبة شوية إن دي تيل بالتفصيل ما تقولش إن دي تيلز إن دي تيل لكن ممكن أقول ويث دي تيلز ديفايس جهاز أو أداة داكيومنتري كاسم معناها برنامج وثائقي كصفة معناها توثيقي أو وثائقي داونود كفعل معناها ينزل أو يحمل من على الإنترنت كاسم معناها التنزيل أو ملف محمل Electronic 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 Extreme شديد أو متطرف Extreme Extreme بمعنى شديد تساوي بالزبط Severe Severe يعني شديد Guess يخمن Human being إنسان Imagine يتخيل Memory الذاكرة ممكن أقولها Memory أو Memory سلبي Negative عرض أو يعرض يعني اسمه وفعل Offer Offer Online صفة أو حال على الإنترنت كصفة لازم بعدها موصوف مثلا يعني تصف موصوف أو ممكن تكون منفصل يعني مثلا The course is online بس برضو صفة أو Online course برضو صفة لكن أنا بدرس على النت يبقى ساعتها حال Adverb Philosopher فيلسوف Philosopher Popular محبوب أو ذو شعبية Positive يعني إيجابي وعكسها Negative Press كفعل معناها يضغط كاسم معناها ضغطة وكاسم لها معنى تاني الصحافة Press بس دايما أبلها The Press الصحافة Printing كاسم معناها الطباعة كصفة معناها مطبوع Progress التقدم Seem يبدو Share معناها يشارك أو ينشر على الإنترنت برامج رقمية Software وعكسها Hardware Software يعني برامج Hardware يعني أجزاء صلبة Stress الضغط العصب للإجهاد Stress Stressful شاق أو مجهد أو مزعج أو موتر أو ضاغط لكن Stress معناها مضغوط تعبان يعني Studies دراسات Summary معناها ملخص Technological Technology Technology التكنولوجيا Tip نصيحة واتفنى أن Advice نصيحة أو نصائح بس دي لا تعد لا إيه؟ تعد ولكن Tip دي تعد يعني ممكن أقول A tip نصيحة واحدة أو Tips نصائح Number 3 Definitions التعريفات تطبيق App Software برنامج on your smartphone على الهاتف الذكي بتاعك Chat يدردش to communicate with other people online تتواصل مع الناس على الإنترنت Feedback تغذية راجعة معناها معلومات نركز في التعريف ده Information About how well or badly you did something يعني ما مدى إيجادة أو سوء الشيء اللي أنت عملته يعني مثلا زي مكلمة خدمة العملة بعدها دايما بيكون فيه Feedback إيه رأيك في المكلمة سيئة جيدة رائعة وهكذا Quiz مصابقة أسئلة Quiz اختبار قصير Questions أسئلة to find out لكي تعرف how much you know قد إيه إيه إنت بتعرف أو مدى أو ما كمية المعلومات اللي أنت عرفها Translation وممكن أن نطعها Translation لك ننصح في النط The Translation Translation Words كلمات changed into تم تغييرها إلى Another language لغة أخرى ننتقل ليه الحل Translation يعني ترجمة Feedback تغزية راجعة Hybridization التهجين Navigation المناحة والتوجيه رقم ثلاثة Google Store اللي هو مخزن أو متجر Google Is full of useful نقط ماليء بنقط المفيدة Vehicles مركبات لا Application تطبيقات Applications وقلنا تسوي Apps نفس المعنى بالضب بمعنى برنامج إذن إجابة تكون A B and C رقم أربعة One of the so many نقط of this small car واحدة من نقط الكثيرة للعربية دي الصغيرة Is that it doesn't use much petrol إنها مش بتستخدم بنزين كتير يبقى من المزايا Disadvantages عيوب Advantages مزايا Demerits عيوب Downsides عيوب Number five I had a ten minute chat يعني كنت بدردش لمدة عشر دقائق With my friend مع صديق In this sentence في الجملة دي Chat is a خلي بالك أنا ترجمت قلت كنت بدردش بس الترجم الحرفي كان لدي دردشة ودي موصوف تمام والصفة المركبة 10 minutes إذن الموصوف دائما اسم إذن إجابة تكون noun تمام طيب كالفعل تكون إزاي I chatted for 10 minutes I chatted يبقى كده فعل لكن I had a chat كده اسم Number six I asked my friend to do a note with me يعني أنا طلبت من صديقي إني أقوم بنقاط معي أو إنه يقوم بنقاط معي quiz do a quiz معناه يحل اختبار قصير صح suggestion تاخد make make a suggestion يقوم باختراح وبرضو mistake تاخد make وcomment برضو تاخد make الفكرة في do هنا do collocates with quiz يعني تتماشى مع quiz Number seven my not form form هنا معناها استمارة استمارة التقدم بتاعتي was sent ارسلة buy email to the company بالemail للشركة comment تعليق communication تواصل application form استمارة التقدم development تطوير رقم تمانية criticism النقد criticism يعني النقد and advice والنصائح are kinds of هم انواع من الا buttons جمع زر ازرار يعني وكده robots انسان آلي philosophy فلسفة feedback التغذية الراجعة Number nine not everything in modern technology is good ليس كل شيء في التكنولوجيا الحديثة مفيد there are surely some not يوجد بكل تأكيد بعض الا advantages المزايا disadvantages العيوب merits المزايا upsides المزايا رقم 10 the teacher asked us to read the text and make note المدرس طلب مننا نقرأ النص ونقوم بعمل ايه وخلي بالكم هنا make تمام يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط لان التلاتة بياخدوا do do research او carry out research do surveys او carry out surveys عندك jobs برضو carry out jobs ممكن perform jobs ممكن do jobs المهم ما تجيش معهم كلمة make يبقى make comments يبقى نخلي بالنا من collocations حفظ المترزمات اللفظية لازم نحفظها رقم 11 modern نقط like mobiles and other devices has made life easier نقط الحديثة مثل التلفونات المحمولة والاجهزة الاخرى جعلت الحياة اكثر سهولة modern post يعني منشور حديث اكيد لا message رسالة technology التكنولوجيا الحديثة صح modern business يعني العمل التجاري الحديث رقم 12 most young people prefer نقط news websites to printed newspaper معظم الشباب بيفضلوا الاخبار النقط او مواقع الاخبار النقط على كلمة to هنا معناها على لما تلاقي prefer واسم ثم to في النص ثم اسم تاني بترجمها بيفضل حاجة على حاجة يبقى بيفضلوا traditional التقليدي ما هو التقليدي هو الpaper الورقي نفس المعنى او الوفلاين برضو نفس المعنى وعايز يقول بيفضلوا مواقع التواصل او مواقع الاخبار على النت يعني online ثلاثتاشر انا اتوقع انه مش هيقبل السعر مش حال يبقى مش هيقبل التعليق الوفر العرض مجموعة الطباعة رقم 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 14 لعيبت الفريق بتاعنا لعيبت الفريق بتاعنا لقيت الموضوع صعب انهم يلعبوا كويس في الحرارة النقط لبعض الدول الافريقي يبقى الحرارة الشديدة وتسوي سيفير مضغوط او متوتر اونلاين على الانترنت beneficial يعني مفيد وتسوي بالزبط useful وجاية من benefit فائدة 16 وجدت نقط جيدة من البرامج والتطبيقات على مدجر جوجل comment تعليق offer عرض مجموعة من التطبيقات صح printing يعني الطباعة 17 اي بيقول هل احمد غادر حجرة الامتحان فبي بيقول اي نقط اي افكت انا اؤثر لا مش جاية crash يتصادم لا دو افعل لا يبقى الاجابة اي جيس نوت يعني ايه اعتقد لا اخمن لا 18 اي نقط this file from an educational website انا نقط هذا الملف من موقع الانترنت يبقى عملت له ايه تحميل من على الموقع لكن لو قال لك يبقى هتقول upload يرفع الى الموقع رقم 19 البصلة هي ايه بتساعدنا نعرف الاتجاهات طبعا هي الاجابة سمر ملخص يعني برنامج وخلى بالكم ما ينفعش جي قبلها لانه اسم لا يعد معناها تقدم رقم 20 انت بتختم المقال بتاعك والذة ايه بالايه اكيد الخاتمة اللي هي conclusion لكن body يعني جسم الموضوع ده في النص introduction مقدمة في البداية title ده العنوان في الاول خالص 21 هي مش قوية بالقدر الكافي أن تقوم بكل هذا العمل الايه extreme الشديد المتطرف مش منطقية عندنا اقوى منها اللي هي stressful يعني مجهد عمل مجهد او ضاغط familiar يعني مألوف beneficial معناها مفيد نخلي بالنا كلمة extreme ما ينفعش نقول شديد عمل شديد ما تجيش بالانجلش خالص extreme معناه متطرف يعني يا اقصى الشمال يا اقصى اليمين لو جات مع الحرارة بمعنى شديد لكن العمل الشديد مش معناه العمل الموتر والمجهد 22 facebook is one of the most نقط ان الفيسبوك هو احد الاكثر نقط تمام social networking sites المواقع مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر نقط complex تعقيدا ليه طب ما هو complicated نفس المعنى printed مطبوع لا اذا اجابة popular اكثر شهرة 23 applications التطبيقات are نقط هي نقط that helps التي تساعد you انت تساعدك do some jobs في القيام بالوظائف او بعض الوظائف المهام on a computer على computer or mobile device applications are device جهاز مش منطقية summary تلخيص لا برضو software يعني برامي ونخلي بالنا طبعا بيقولك هنا helps فانت لو اخترت مفرد لازم يكون بآ وآن فa device a summary وهكذا لكن software ما بياخدش آ ولا آ لانه لا يعد والفعل بتاعه مفرد نخلي بالنا من حتة دي وانترجمه برنامج او برمجيات progress معناها تقدم 24 my laptop has a terabyte نقط اللابتوب بتاعي لديه نقط terabyte terabyte يعني 1000 جيجا تمام او 1024 تحديدا وبالتالي ذاكرة تمام terabyte يعني 1024 جيجا يبقى ذاكرة memory لكن tip يعني نصيحة website موقع على الانترنت century معناها قرن من الزمان يعني 100 عام رقم 25 a بيقول do you have a or an نقط on telegram هل لديك نقط على التليجرام فبي بيقول no لا but i have one بس انا معي واحد on facebook على الفيسبوك يعني هل لديك هل لديك اكاونت حساب press انك فعل يضغط او اسم ضغطة ولو قبلها ذا هيكون اسم عنها الصحافة button يعني زر ويبروغرس يعني تقدم 26 I like watching نقط وحب مشاهدة النقط report انت محتاج انك تقرأ التقرير كله يبقى الملخص device يعني جهاز summary الملخص او التلخيص software يعني برمجيات وعندك progress تقدم 28 my two daughters بنتي اللي اتنين نقط some qualities نقط بعض الخصال والخصائص they both are intelligent لاتنين اسكية hard working ومجتهدين and helpful ومتعاونين يبقى يتشاركون بعض الخصال او السمات او الصفات يبقى كلمة quality هنا مش معناها جودات معناها ايه صفات cycle يعني يركب الدراجة communicate معناها يتواصل save يعني يحفظ او ينقذ 29 بيقول a بيكلم do you think printing not is still effective هل تعتقد ان نقطة المطبوعة مازات مؤسرة فبي بيقول له online one لا اللي عن نت بقى is now more effective effective اكثر تأثيرا يبقى هل تعتقد ان الصحافة المطبوعة مازات مؤسرة صحافة يعني journalism او press let progress تقدم danger يعني خطر software برمجيات او برنامج 30 سما has made clear not in her studies سما قامت بعمل ايه واضح في الدرسات بتاعتها او خلي بالكم made يعني make device يعني ايه جهز واضح مش جاية summary معناها تلخيص يعني ايه عمل التلخيص مش جاية خالص تمام كده هو بيقول هنا عمل التقدم احرز التقدم progress يبقى make هنا تتلازم مع الاسم progress يعني يحرز تقدم او يحقق تقدم وعايز اقول لكم ان فيه غلطة كمان ما نختارش عشانها summary هو المعنى ماشي شوية يعني سما قامت بعمل ايه ملخص تمام واضح لدراسات في دراساتها يعني المعنى مش منطقة او لاني hair studies تشير للدراسات كلها يعني ايه عملت ملخص واضح في الدراسات مش جاية زاد محتاجين آ هنا عندك make ثم آ وصفة أو آن وصفة ثم سامري يبقى لازم في آ 31 a or an is a software هو برنامج غلطة من الكتاب او غلطة من وضع لما تحنس مع مليل مفروض ما فيش آ هنا a or an is software on your smartphone على الهاتف الذكي بتاعك يبقى آب تطبيق 32A نقط is questions هي أسئلة to find out how much you know تعرف أدي وكده يبقى ده اختبار 33A نقط is to communicate with other people online إنك تتواصل مع الناس على النت يبقى تدردش معاه chat لكن evacuate يعني يخلي يفضي مكان وكده 34A نقط means information معناها معلومات about how well or badly you did something يعني عملت الحاجة دي بمدى الإيجادة ومدى السوق وكده يبقى التعليقات والتغذية الراجعة والكلام ده كله يبقى الفيدباك ننتقل بقى للvocabulary study هنبدأ بالverbal collocations المترزمات اللفظية find an answer to يعني يجد إجابة أو حل لي give مفعول به better understanding يساعد المفعول به ده على فهم أفضل give better understanding give an address يعني يعطي عنوان give specific examples يعني يضرب أمثلة محددة يدي أمثلة يعني take time أو take many years يستغرق وقت أو سنوات كثيرة يبقى take هنا معناها يستغرق احنا بنقولها بالعمية ياخد برضو press a button يعني يضغط على زر أو يضغط زر يعني do well يعني يؤدي بشكل جيد لكن do badly يؤدي بشكل سيء lose interest in يفقد اهتمامه أو شغفه بشيء lose interest in make progress يحقق تقدم make a chart يعني يرسم لوحة أو جدوة البيانات offer advantages يقدم مميزات أو مزايا have an effect on له أثر على have tests لديه اختبارات فتسوي take tests have fun يمرح أو يلهو number two synonyms المترادفات عندك advantages مزايا أو إيجابيات تسوي merits upsides benefits extreme شديد أو متطرف radical معناها متطرف extremist بس نخلي بالنا دي اسم مش صفة لكن extreme صفة والاتنين معناهم متطرف بس واحدة صفة واحدة اسم unreasonable يعني غير معقول fanatical يعني متعصب تمام أو متحمس جدا يعني stressful شاق أو مجهد أو مزرق exhausting متعب hard شاق tough صعب أو شاق antonyms المتضادات عندك advantages عكسها disadvantages demerits downsides problems وهكذا خبير expert عكسها inexpert عديم الخبرة extreme شديد أو متطرف moderate moderate يعني معتدل mild معتدل tolerant متسامح online متصل بالانترنت offline مش متصل بالانترنت نفى معنا disconnected stressful معناها شاق أو مجهد أو مزعج relaxing مريح easy سهل ننتقل ليه derivatives المشتقات chat كفعل يدردش I chatted with some friends أنا دردشت مع بعض الأصدقاء يبقى تشاتد هنا تصريف تاني وبالتالي فعل لكن كاسم معناها دردشة I had a chat I had a chat يعني كان لديها دردشة يعني دردشت يبقى هنا اسم وخلي بالكم تعد يعني a chat و chats و هكذا بس في الغالب a chat مفرد طيب أما ليه الفرق بينه وبين chatting chatting لا تعد يمكنني أن أقول a chatting من التأليف في الروايات والحاجات دي يعني بالمعنى الإجابي أو السلبي طيب نرجع لإنفنت بمعنى يخترع شيء do you know هل تعرف who invented the mobile phone من اللي اخترع التليفون لكن هنا لايرز الكذابون invent stories يختلقون ايه قصص to trick others لخداع الآخرين ما ننساش تمشي بمعنى ايه يؤلف أو يختلق تنوع من الكذب أو نوع إيجابي تأليف قصص مثل روايات و هكذا invention اختراع the computer is a useful invention اختراع مفيد inventor ده الاسم اسم الشخص المخترع do you know who is the inventor of the mobile phone هل تعرف من مخترع التليفون inventive دي الصفة مبدع أو مبتكر تمام inventive Mr. Ashraf is an inventive teacher فتساوي بالظبط creative نفس المعنى بالظبط مبدع أو ايه مبتكر طيب translation كان اصلها الفعل translate يعني يترجم والاسم translation ترجمة يعني كفعل هنقول I translate أنا بترجم من انجليز العربي هنا الترجمة من لغة إلى أخرى يبقى اسم translator دي اسم بس اسم فاعل مترجم translators المترجمون do not earn much money مش بيكسبوا فلوس كتيرة translated مترجم تم ترجمته إلى لغة أخرى يعني صفة التصريف الثالث translated scientific texts النصوص العلمية المترجمة are sometimes difficult to understand number five expressions and idioms تعبيرات ومصطلحات be seen as ينظر إليه كأو يعتقد أنه be seen as يعني ما سأقول he is seen as my father ينظر إليه كأنه والدي يعني معنى مجازي هنا he is seen as a scientist وهكذا for or against مع أو ضد for or against are you for or against هل أنت مع ضد أي حاجة بعدها free time يعني وقت فراغ help me find you ساعد في إيجاد واتفقنا help مفعول به مصدر أو tool مصدر ممكن أقولها too fine برضو صح I guess not يعني أنا لا أعتقد ذلك I don't think so نفس المعنى بالظبط I guess not تسوي بالظبط I don't أنا لا think so الخلاصة in conclusion make life easier يجعل الحياة أسهل on the one hand من ناحية on the other hand من الناحية الأخرى on their own معنى بمفردهم أو دون مساعدة without help personal details التفاصيل الشخصية put something in order of يعني يرتب الشئ ده على حسب ترتيب معين reason for سبب لي سوي cause of stop people enjoying يمنع الناس من الاستمتاع ممكن تقول from هنا وممكن تشيلها that seems extreme هذا يبدو شديدا متشدد تمام the printing press الصحافة المطبوعة I would argue that يمكنني أن أجادل أو أقول أن I would argue that ممكن أترجمها يمكنني أن أقول أن number six verb plus preposition فعل ذات حرف قر add something to يعني يضيف شيئا إلى change into يحول شيئا إلى do without يفعل بدون أو يستغني عن في الغالب من ترجمها يستغني عن يعني I can't do without you لا أستطيع أن أستغني عنك do without feel about يعني يشعر تجاه live without يحيى بدون think about أو of يفكر فيه يبقى ممكن of turn on يعني يشغل آلة مثلا write down يدون ملاحظات مثلا أو يسجل number seven clear the confusion نلاحظ الفر الفعل translate معناها يترجم كلام مكتوب أو شفوي مثلا تمام لتنين يعني لكن interpret لها أكثر من معنى يفسر يشرح أو بالنسبة للترجمة يترجم فوري فقط تمام مع إمكانية التفسير يعني مثلا دكتور عمر interprets the coach's instructions دكتور عمر بيترجم ترجمة فورية لتعليمات المدرب لللاعبين عندنا download كفاء معناها ينزل ملف I downloaded sandbox نزلت بعض الكتب من النت مثلا لكن upload عكسه يرفع على الإنترنت download كاسم معناها ملف تم تنزيله من على الإنترنت upload ملف تم رفعه على الإنترنت نخلي بالن لما أقول download from يعني يحمل من حسب السيق المعنى download to أو onto يعني ينزل إلى إلى ذاكرة إلى hard مثلا upload to يعني يرفع إلى الموقع مثلا أو على النت ننتقل ليه الحل على vocabulary study رقم واحد هنجاوب إيجابتين النقطة with this iPhone is that it is costly النقطة في الآيفون ده إنه مكلف benefit فائدة أو استفاد أكيد لا downside يعني من أحد العيوب عكس المزايا يعني reason سبب problem مشكلة cause يعني سبب رقم اثنين the verb make make اللي هو الفعل make collocates with يتلازم معه يمشي معه ينفع اقول make research لا do research make a mistake آه يبقى دي صح يرتكب خطأ سوي do wrong make a survey لا اسمه do a survey do the shopping make progress يبقى يحرز أو يحقق تقدم تلاتة exercise is something that can be not التمرين هو شي يمكنه ان يكون ايه can be had had يعني معناها كان اصلا have have exercise لا ممكن تقول do exercise او take exercise لكن have لا ولا go لا يبقى do exercise take exercise وضحت رقم اربعة learning a foreign language takes not تعلم لغة اجنبية يستغرق ايه takes time يستغرق وقتا take part معناها يشارك طب يشارك في ايه ومش منطقية take the place يأخذ المكان take years يستغرق السنوات takes buttons يعني يأخذ ازرار لا طبعا رقم خمسة increasing air pollution زيادة تلوث الهواء is one of the disadvantages هو احد العيوب of this factory لهذا المصنع فكنة disadvantages اللي هي عيوب is autonomous with عكس ايه merits مزايا صح upsides مزايا صح اذا الباقي اكيد عيوب downsides عيوب احد العيوب وهكذا او عيوب هنا عشان جمع negatives سلبيات bad effects اثار سيئة number six i do not agree with your extreme ideas انا لا اتفق مع افكارك المتطرفة فالصفة extreme هنا في هذا الصياق context is a selenum of a هي مردف لأيه severe شديد صح moderate معتدل دي عكسها ما ننساش moderate معتدل وتسوي mild لو فاكرين برضو معتدل mild exaggerated مبالغ فيه exaggerated مبالغ فيه جاي من الفعل exaggerate يعني يبالغ normal يعني عادي usual يعني عادي رقم واحد في الإجابة الوحدة المرة دي هنجاوب إجابة واحدة we add the prefix بنضيف البادئة نقطة to form the antonim عشان نكون عكس كلمة expert يبدأ inexpert تمام expert خبير inexpert عديم الخبرة اتنين here are a lot of disadvantages for the internet ها هي بعض العيوب للإنترنت فعكس كلمة disadvantages عايزين مزايا يبقى benefits لكن problems demerits drawbacks نفس المعنى ثلاثة we are trying to نقطة a reasonable answer نحن نحاول نقطة إجابة منطقية أو عقلانية أو معقولة هنا بقى to this question لهذا السؤال يترى do ولا cause ولا find ولا go طبعا find an answer to يجد إجابة لي أو حلا لي أربعة he was surprised when I told him how badly his son had نقطة in the exam كان مندهشا لما قلت له إنه قد إيه ابنه أدى أداء سيء في الامتحان يبقى أداء أداء سيء يبقى how badly his son had إيه had done do badly شوف جاي أزاي يعني هنا المفروض do badly أو do well يؤدي أداء جيد أداء سيء وهكذا خمسة as a student كطالب I don't have enough time to note online for fun كطالب أنا ما عنديش وقت كافي إني نقطة على الإنترنت من أجل المتعة have cause find لأ طبعا go online يعني يدخل على الإنترنت رقم 6 teachers المدرسين بقى نقط specific examples أمثلة محددة to make their points clear عشان يخلوا النقاط بتاعتهم نقاط الشرح وكده واضحة يبقى يضرب أمثلة أو يعطي أمثلة يبقى give specific examples رقم 7 I need someone to know this research into English أنا محتاج شخص إنه يعمل إيه بقى للresearch ده البحث العلمي للغة الإنجليزية خلي بالك محتاج شخص ما أن يفعل شيء محتاجين مصدر فعل الوحيدة المصدر فعل هنا translate يعني يترجم لكن translation دي اسم الترجمة translator دي اسم معناها مترجم translated دي صفة معناها مترجم تمانية I need a note to help me with this research محتاج A يبقى محتاج النون محتاج إيه بقى مترجم صح يبقى translator اسم هنا تسعة the new decision القرار الجديد is seen as يرى كأنه خطوة step towards developing education تجاه تطوير التعليم عشرة the government plans to change this desert area not a new town change something into يعني يحول الشئ ده إلى يبقى الحكومة تخطط لأن تحول هذه المنطقة الصحوية إلى مدينة جديدة يبقى into على طول رقم 11 وده آخر سؤال I have not interest in watching football matches أنا نقطة الاهتمام أو الشغف في مشاهدة مشاهدة منشط الكرة because of بسبب blind fanaticism بسبب التعصب الأعمى among fans ما بين المشجعين طبعا فقط الشغف اللي هي اسمها lose interest فينها يبقى lost عشان هنا تصريف ثالث بعد half فقد الاهتمام أو الشغف lose interest خل dönه ما مدينة جديدة من تحوال المشجعين تحوال بسبب سبب